ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله عاشت مدينة تيطوان ليلة الخميس الجمعة حالة كر وفر بعدما تدخلت العناصر الأمنية لتفريق الأساتذ المتعاقدين المعتصمين أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وقامت العناصر الأمنية بمطاردة المتظاهرين وتفريقتهم بالقوة حيث كان من المفترض أن يستمر الاعتصام لمدة يومين وحسب مصادر لماروك أخبار يومية فإن التدخل جاء بعد فشل المفاوضات مع العناصر الأمنية التي أمهلت المتعاقدين 15 دقيقة لفضل الاعتصام لكنهم رفضوا الانسحاب من أمام باب المديري الجهوية فمنحتهم مرة أخرى مهلة إضافية لمدة 10 دقائق قبل أن تتدخل بالقوة لتفريقهم وأسفر تدخل العناصر الأمنية لتفريق المتظاهرين عن اعتقال أربعة أساتذة وإصابة عشرة آخرين اثنان منهم في حالة حارجة تم نقلهم إلى مستشفى ثاني طرما لتلقي الإسعافات الضرورية وتعم حالة من الفوضى محيط الأكاديمية بعد التدخل الأمن الذي وقع حيث تمت محاصرة الشوارع والأحياء من قبل العناصر الأمنية التي حسب مصادر ماروك أخبار يومية تقوم بحملة اعتقالات واسعة في صفوف المتعاقدين وشهدت عدة مدن تدخلات من قبل عناصر الأمن لفض المعتصمات ما خلف إصابة متفاوتة في صفوف الأساتذة المتعاقدين نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية